بيقولك صحيح ما محابة لبعد عدوة؟ بتؤمني بالحكاية دي؟ ليس دايماً أحياناً على حسب أزيب هنا بيقولك فوائد الخناءات ما بين الأزواج افتكرت بقى ماري مونيب ماري مونيب؟ حبيبتي الله يرحمه لازم تدخانه عشان دي الشتة عشان تعرفي غلوته عندك ولا تعملي إيه؟ جميلة هوا إحنا دخلت الخناءات أفضل هل سواء دي بجد وجديد ولا كده وكده؟ إيش عايات ولا إيه؟ لا هو بصي هو هنا موضوع يمكن مشروح بشكل علمي شوية لما تقري كده العنوان في الأول تتخضي اللي هو إيه لنك ده أنا عايز أتجوز عشان نعوض عايش في خناء ما أنا قاعد سينجي لطيف شعيري بناغي سريري بتاعي لوحدي ما حدش أريفني طبعاً فالمحد من النوع ده من نوعية السينجي اللي هيسمعوا الكلام ده هيقولك تبه أنا أتجوز ويا عشان نعيش في خناء ليه لكن هنا بنتكلم على الخناءات اللي هي إزاي أصلاً نعرف نتخانق مع بعض إحنا هنتخانق يعني إحنا كنين مجاوزين هنتخانق هنتخانق ده وقع لابد منه بس هنا بيقولك إزاي ممكن تستفيد من الخناءة وتمارس الخناءة أصلاً بشكل فيه إنسانية وأدمية وتحضر ده اللي إحنا عايزين نوصله نتخانق بتحضر إزاي فإيه وليلي بقى نتكلم عن الفوايد الأول نتكلم عن بوسي الخناءات استاني ساني بقى أنا عزيكي بعد إذنك ابتدلنا في إن إحنا نتخانق إزاي أصلاً فيش تخانق إزاي فين تخانق إزاي لا أنا مش لها بوسي أصلاً دي دي كلها جايد لاينز أنا عايز أتكلم في الموضوع على بعد وكده كبل لونة كبل لونة كده على بعدها الخناءة ما بين أي اتنين بني أدمين عموما أو خلينا نركز ما بين اتنين متجوزين شيء طبيعي إن كل واحد جاي من بيئة مختلفة دمع فرضية إن هما الاتنين نفس الوضع الاجتماعي نفس الوضع الأكاديمي والثقافي نفس الوضع المادي نفس الوضع التربوي البيتين زي بعض لازم هنلاقي فيه اختلافات فردية واختلافات نوعية في كل بيت إحنا ربنا خلقنا كلنا مختلفين فشيء الطبيعي بتدي يحصل بعد على الاحتجاجات في الأول خصوصاً أول سنة جواز لحد ما الاتنين يطبعوا على بعض زي ما بيقولوا أما هو إنه الخناءة ليها أسلوب وليها طريقة وليها مكان مناسب ما تبقاش قدام حد وليها صوت مليفل صوت معين مش المفروض نزيد عنه وأداء معين مش المفروض نتجاوز عنه هو اختلاف في وجهات النظر في بعض بيسميها خناءة بس ده بيساعد في إن احنا نقرب المسافات بيننا وبين بعض ما هو أنا لما هصطدم مع اللي قدامي هيقول اللي عنده فهقول اللي عندي فأنا هفهمه أكتر وهو هيفهمني أكتر فهنا تفادى الحاجة اللي عملت المشكلة دي أنا بستغرب قوي ناس بتقعد سنين عمرها كله بتتخنق على نفس الحاجة وما بتتحلش دي عادة بتبص تلاقي في اتنين وممكن توصل بيهم للطلاق إن هم بيتخنقوا دايما الخناءة على نفس الحاجة صحيح هو في حاجة كمان بقى سخيفة جدا بيعملوها غير إن هم يتخنقوا على نفس الحاجة ومش عارفين يوصلوا لحل وسط فيها إن احنا تخنقنا خناءة خلاص تمام الحمد لله دنيا هدت صالحنا بساطنا جات خناءة جديدة أسكت لا أجيب القديم كله جيب لك القديم إحنا كنا متخنقين من 3 سنين على كذا هنجيبه دلوقتي ونتكلم ونتخنق فيه تاني ما إحنا عدنا أصلا خناءة حضرتك نتكلم فيها ونتخنق لا على رأي عزيزة إن جنت ناسي اللي جارها وتجيب له بقى من يوم ستات عندها زاكرة في الموضوع ده تتخست ساعة ما عدى كده قدامها في الكلية وكان لسه نظرة فابتسامة فقال لها مساء الخير تجيب له إنت قلت مساء الخير أصلا وإنت رفعش الفتاك اللي فوق شمال مثلا أولا تجيب حاجات بقى غريبة والراجل كمان على فكرة فيه رجالة فيها الخص لزيمة شوى الستات ده أنا مش عاوز أكون يعني متحملة على الستات ولا على الرجالة ففكرة إن الواحد برضو يعرف يتخنق على إيه واللي خلص خلص واللي عد عدى واللي فات فات ما نحودش نعفر بقى كل شوي يعني خلاص نظفنا وزبطنا واتصفينا أهم حاجة ما نقفلش على تركمات أهم حاجة نقفل على نظف وتصالحنا وخلاص أنا مثلا مش راضي قوي وحاسة إن أنا مخدتش حقيق مثلا فيه ناس كده اللي قدامي بقى لازم يدي فرصة أهدم على نفسي ما يبقاش قاعد فوق راسي ما احنا تصالحنا الكلمة المشهورة ما مش عارفة إيه الستات بيقوله دايما كلمة مشهورة هو أنا بزرائر ها هرقل واحد ما قلتهاش حلوة بقى استعملها في المستهدر بقى أملي كده سبني بقى أخد وقتي ولو خد وقته ولو خدت بقى وقته هتقوله ما انت تطنشتني أنت ما ينفعش تطفي نار بعد ما حرقت الستير مثلا يعني لا هو بس هو منطقيا على فكرة كل إنسان بيقى نحتاج وقت كده يهدى شعلته تهدى شوية على حسب إيلة إيل ما هو صالحك خلاص أو أنت صالحتي تمام واعتذر واعتذر بشكل لائق بس أنا كرمتي نعحة عليها شوية أنا بشر من حقي ما هو محدش هقدر يكيل اللي قدامه أنت تاخد وقت قد إيه أو تصفف قد إيه ده حاجة بتختلف من شخص للتاني فأنا أعمل اللي علي أعتذر أبين تعطفي مع اللي قدامي حتى لو أنا شايفة أنا مش غلطان أبين تعطفي معي يعني أنا إيه أنا مقدر أنك زعلان أو أنا مقدر أنك زعلان ومتفاهم ده جدا ويمكن لو كنت مكانك وفهمت الموضوع بالطريقة دي أو اتصرفت كده زي ما أنا اتصرفت كنت زعل بس خلاص حقك علي أنا مش عاوز اجزعلان وأسيبها بقى إيه شوية تهدأ هي كمان تبقى عقلة وتقدر الصلح وتقدر اللي تزعل ده اللي غلط بقى ما نرجعش نندم اللي بيسوق فيها وما يقدرش الطبيعة الطيبة اللي قدامه اللي خاف على مشاعر ورداء هو بصراحة يستاهل يتزعل منه أو يتزعل معه كل يوم صحيح حاجة بتزهق الطرف التاني رب ده ربنا بيقولك رحم الله الدين والأديان وسبحان الله ربنا ومعاني كلها الإنسانية بيقولك إيه رحم الله كلها هين لين يعني الإنسان اللين الهين اللي هو بيحافظ على كرمته مش مطاطي راسه للهانة أو الأزأ بس بيدي فرصة للتسامح وللصلح يعني هو نفسه بيعيش في سلام طبعا فأي ربنا هيقديسي الركو ويساعدكو وما نتخنقشي أبدا نتخنق بشويش نتخنق بالعقل